وجهت توزارة داخلية مدراء عموم الشرطة بالمحافظات المحررة برفع جاهزية وإعداد خطة أمنية لعيد الأضحى ودعت الوزارة مدراء الشرطة بالمحافظات إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن وفي عموم المحافظات المحررة للحفاظ على الأمن والاستقرار خلال أيام عيد الأضحى مؤكدة على الانضباط ورفع اليقظة والحس الأمني لأفراد الشرطة وقال وكيل وزارة داخلية لإقطاع الأمن الشرطة الوارك أن محمد الأمير إن الخطة الأمنية تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمنية بالمحافظات المحررة وتأمين الأسواق الطرقات وتنظيم حركة السير والحد من الاختناقات في شوارع الرئيسة وتعزيز المنظومة الأمنية وحماية الممتلكات العامة والخاصة بالمدن الرئيسة بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة موجهة أن كافة الوحدات الأمنية برفع التقارير بشكل يومي والتحلي باليقظة ورفع الجهازية والتعامل بحزم مع أي أعمال تخل بالأمن والسكينة العامة